بسم الله والحمد لله والصدر الصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم لو فضلت خايف من الناس أو مستني الناس كلها مبصش عليك اشتعمل حاجة معينة فمش تعمل حاجة في حياتك انا ليه بقول الكلام ده يعني الوقتي انا عقلتي على اليوتيوب بصور فيديوهات كل يوم بعمل محتوى اي ان كان اه ودلوقتي مثلا دلوقتي عادة الكورنيش و بصور كام فيديو كده فالفكرة الناس كلها بص علي الوقتي الناس كلها اي ده بص واحد فتح الكاميرا كده بيعمل ايه ده بيتصور نفسه بيعمل ايه فلو انا استنيت اللحظة اللي هو لأ انا مش هصور دلوقتي لأ عشان الناس بقى يقولوا علي ايه وكده مش هصور اصلا يعني لو كل واحد يا جماعة استنى اللحظة مفيش حد يبص علي اصلا في اي حاجة مش هتعمل حاجة عارفين مش هتعمل حاجة اللي عايز اقوله ايه اللي عايز اقوله مسلا ما تبقاش غريبة عن الناس مسلا وانت خليل ناسك وانتبص عليك مش هصلي كده بسان اصلي عموما لو استنيت ناسك وانترضى عنك عشان حاجة معينة واتقنع كل واحد انت هتعمل ايه انت بش هتتحرك في حياتك مش هتتحرك في حياتك بكي اردت مقولة كان بيقولك انا معرفش وصفة للنجاح لكن اعرف وصفة واحدة بس للفشل حاول تسعد كل الناس اللي حواليك في نفس الوقت مستحيل نا مستحيل يا حسن وانت هتعمش كتير اول رأي الناس عشان في الغرب رأيهم رأيهم اعظمهم يعني ملوش تازم